العنوان الذي أحدثكم في أجوائه مثل ما مر علينا في الحلقات المتقدمة وحق علي المرتضى يا رسول الله إنهم كذابون 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 وليسوا كاذبي وصل الحديث بنا وأنا أعرض أكاذيب البخاري إلى سيدنا الطاهر المطهر أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وقرأت عليكم ما قرأت من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم أيضا ما جاء من الأكاذيب في أن أبا طالب صلوات الله عليه في ضحضاح من نار لا أريد أن أعيد قراءة هذه الأحاديث إذ قرأتها عليكم ووقفت عندها في الحلقة الماضية وعرضتها على القرآن فكانت تتناقض مع القرآن بدرجة كاملة تتنافر مع ما جاء في سورة الضحى وتحديدا ما تضمنت الآية السادسة بعد البسملة من سورة الضحى ألم يجدك يتيما فآوى لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم لكن النتيجة التي وصلنا إليها من أن الله سبحانه وتعالى يخاطب محمدا الأعظم 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 ويحتج عليه لفظا وإلا فإن الله لا يحتج على محمد صلى الله عليه وآله لأنه لا يوجد سبب لذلك لا يتوفر سبب في محمد كي يحتج الله عليه إنما هو لسان القرآن بحسب أسلوب إياك أعني واسمعي يا جارة هكذا علمتنا العترة الطاهرة وهي تخبرنا وهي تخبرنا عن قرآنها الله يحتج على محمد صلى الله عليه وآله كما قلت لكم بحسب الألف بحسب الألفاظ يحتج عليه بعظيم نعمة أن آواه إليه ألم يجدك يتيما فآوا الله آوا محمدا إليه فهذا الإيواء أين كان كان في كنف أبي طالب لو كان أبو طالب مثل ما يقولون ولم يكن في أشرف مكان وأعلى درجة وأقرب منزلة من الله سبحانه وتعالى فسيكون احتجاج الله بعظيم النعمة على محمد صلى الله عليه وآله ليس حكيما لأن محمدا يستطيع أن يجيب فيقول من أنك يا ربي جعلت إيوائي في كنف كافر في كنف إنسان بعيد عنك في كنف إنسان هو من أهل الجحيم هذا إذا قلنا أن اليتيم تعني الذي فقد أبويه أما إذا كان اليتيم هو الذي لا نظير له إنها الدرة الإلهية الفاخرة اليتيمة فلابد من خزانة يتيمة تتناسب مع هذه الدرة اليتيمة وتلك الخزانة اليتيمة أبو طالب صلوات الله وسلامه عليه مر الكلام مع كثير من التفاصيل لا أريد أن أعيد ما تقدم من حديث في الحلقة الماضية وعرشت بعد ذلك في أجواء الثقافة القرآنية عرشت على ما جاء في سورة الشعراء إنها الآية التاسعة بعد العاشرة بعد المائتين بعد البسملة وتقلبك في الساجدين ما قبلها في سياق الآيات وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وبينت لكم من أن المعنى الشائعة في كتب التفسير عند السقيفتين من أن الحديث هنا عن صلاة الجماعة وعن صلاة المؤمنين ومن أن النبي يتقلب فيما بينهم قلت لكم هذا الكلام لا حقيقة له على أرض الواقع ما المراد من هذا التقلب هل هو تقلب حسي وهذا لا وجود له أم هو تقلب معنوي ما المراد من هذا الكلام؟ من مراد من التقلب المعنوي فيما بينه المصلين؟ لا معنى لهذا الكلام ولذا قرأت عليكم مما جاء في الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي وقرأت عليكم أيضاً من كتاب معاني الأخبار للصدوق السيوطي متوفى سنة 911 للهجرة من أئمة الشوافع والصدوق من علمائنا المعروفين متوفى سنة 381 للهجرة الساجدون هنا هم أجداد النبي جدات النبي أسلاف النبي الساجدون هنا الأرحام الأرحام الطاهرة المطهرة والأصلاب الشامخة وهذا الكلام مثلما ينطبق على رسول الله ينطبق على أمير المؤمنين قد تقولون وكيف ذلك؟ القرآن هو الذي بيّن هذا لست أنا حينما نذهب إلى الآية الحادية والستين بعد البسملة من سورة آل عمران إنها آية المباهلة فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم وأنفسنا إنه نفس محمد صلى الله عليه وآله وكذا الأبناء أبناؤه والبنت بنته ونساءنا ونساءكم الجذر واحد والأصل واحد فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم جذر واحد جذر واحد فما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله كان لأمير المؤمنين سورة طاها إنها الآية الثانية والثلاثون بعد البسملة وأشركه في أمري موسى موسى الكليم يطلب من الله أن يكون هارون وزيره وأن يشركه في أمره في أمر الرسالة فأجابه الله قال قد أتيت سؤلك يا موسى وعلي من محمد صلى الله عليه وآله كهارون من موسى من بديهيات ثقافة المسلمين فإن علي من محمد كهارون من موسى وهذا هو القرآن يحدثنا عن منزلة هارون من موسى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري إلى آخر ما جاء في الآيات فما لموسى لهارون وما لهارون لموسى إلا الخصوصية التي يختص بها موسى بما هو موسى وكذا ما لمحمد لعلي وما لعلي لمحمد إلا الخصوصية التي يختص بها محمد بما هو محمد صلى الله عليه وآله فما كان ثابتا لرسول الله في التقلب بين الأصلاب الطاهرة والأرحام المطهرة هو ثابت لعلي فإذا كان ثابتا لعلي صار المعنى وهضحا فيما يرتبط بأبي طالب صلوات الله وسلامه عليه الكلام واضح ولا يحتاج إلى كثير من التعقيد وإذا أردنا أن نذهب في نفس هذا الاتجاه نقلب آيات الكتاب الكريم في سورة البقرة وفي الآية الرابعة والعشرين بعد المئة بعد البسملة وما يأتي بعدها من آيات وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالم فذرية إبراهيم على نوعين ظالمون وما هم بظالم الذين ليسوا بظالمين هؤلاء هم أسلاف نبينا إبراهيم جد نبينا ذرية إبراهيم الذرية الطاهرة المطهرة التي استثنيت وهناك ذرية ظالمة الآية واضحة فإنها تخبر إبراهيم الخليل من أن الظالمين من ذريتك ليس لهم من نصيب ليس لهم من نصيب في الإمامة فحينما تأتي الأحاديث في كتب السنة من أن الإمامة في قريش لا بد أن تكون في الذرية الطاهرة لإبراهيم هناك ذرية ظالمة من ذرية إبراهيم إذا كانت قريش بكل بطونها وأفخاذها من ذرية إبراهيم إذا افترضنا هذا إذا افترضنا هذا وهذا الكلام بحاجة إلى دليل لأن قريش دخل فيها من لم يكن منها والتاريخ يخبرنا عن ذلك إذا كانت قريش بكلها بكل بطونها وأفخاذها بكل فروعها من ذرية إبراهيم فلابد أن نبحث عن ذرية الطاهرة وإلا ليس منطقيا أن تكون الإمامة في القوادين من قريش وفي المأبونين من قريش وفي أبناء العواهر من قريش ليس منطقيا هذا لأن الإمامة شأن إلهي فلابد أن ينتقل عبر الأصلاب الطاهرة المطهرة وعبر الأرحام الطاهرة المطهرة وإلا كيف سنميز بين الظالمين من ذرية إبراهيم وبين غير الظالمين الآية واضحة واضحة قفوا عندها وتدبروا فيها وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي أريد الإمامة في ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين ستكون الإمامة في ذريتك ولكن ذريتك على نوعين على صنفين هناك من هو ظالم وهناك من هو طاهر فعهد الإمامة سيكون في الطاهرين من ذريتك علينا أن نبحث عن الطاهرين من ذرية إبراهيم في قريش لأن الإمامة في قريش هذه هذه بديهية في ثقافة المسلمين وكتب الحديث من البخاري إلى بقية الكتب تتحدث عن أن الإمامة تكون في قريش علينا علينا أن نعود إلى القرآن كي نشخص المعنى قريش تنتسب إلى إبراهيم وإن دخل فيها من دخل من الأغراب ولكن لنفترض أن قريش بكل بطونها وبكل أفخاذها بكل فروعها من ذرية إبراهيم ذرية إبراهيم ظالمون وطاهرون وشيء بديهي يا أيها الإنسان يا من تملك عقلا شيء بديهي الطاهرون قليلون الطاهرون قليلون في كل شيء في هذا العالم المميزون قليلون الذين يتصفون بالأوصاف النادرة قليلون قليلون إن كانوا من أهل الخير أو كانوا من أهل الشار الذين يتصفون بالمواصفات النادرة ولذا هناك تمييز واضح في أحاديثنا على سبيل المثال من الذين سيعودون في الرجعة من محض الإيمان محضا ومن محض الكفر محضا فهؤلاء قلتهم بالقياس إلى سائر البشر الذين يتميزون بالصفات النادرة إن كانوا من الأخيار أم كانوا من الأشرار قلة سنة الحياة هذه قوانين الدنيا هكذا الطاهرون المميزون من ذرية إبراهيم في قريش قلة قلة لن يستطيع أحد أن يقول من أنهم من بني أمي حتى الأمويون أنفسهم لا يستطيعون أن يقولوا هذا إذا كانوا يفكرون في الأمر فيما بينهم وبين أنفسهم ولن تجدوا عالما سنيا منصفا يقول من أن الذرية الطاهرة لإبراهيم في قريش في غير بني هاشم في غير عبد المطالب وذريته والله لن تجد أحدا يقول غير هذا ولكن الحسد والحقد والضغينة والأمراض النفسية ومن وراء كل ذلك الشيطان إنه البرنامج الإبليسي ثم جاءتنا عملية التضليل والتثويل والتجهيل من قبل سقيفة بني ساعد واستمر الأمر إلى هذه اللحظة هذا القرآن واهتدبروا فيه ولا أقول لكم صدقوا كلاما ولكن حكموا عقولكم في هذا الذي تسمعونه مني هذا هو كلام القرآن وهو كلام العقل والمنطق وهو كلام التأريخ وما هو موجود على أرض الواقع كل المعطيات التأريخية في كتب السنة والشيعة تشخص بني هاشم في قريش تشخصهم لهم مميزاتهم وتحديداً حينما يكون الحديث عن عبد المطلب شخصية مميزة مشخصة بتأريخها وبعمقها المعنوي وبكل خصالها ومواصفاتها لو جئنا بأي باحث يبحث في كتب التأريخ والسيار في المكتبة السنية والشعية فإنه سيتلمس التميز والتشخص الواضح في هذه المجموعة في مجموعة بني هاشم بالإجمال وفي شخصية عبد المطلب وبالمناسبة فإن هاشم ليس له من ولد إلا عبد المطلب ليس له من ولد إلا عبد المطلب وعبد المطلب في الحقيقة لقب له ولكنه لأنه شاع واشتهر فصار اسماً عبد المطلب ما اسمه عبد المطلب عبد المطلب اسمه شيبة الحمد هذا هو اسمه حين ولد فإن أمه وأخواله لأنه ولد عند أخواله فإن أمه هي التي سمته بشيبة الحمد لماذا؟ كان هناك شيب في رأسه من يوم الولادة والعرب يتيمنون بهذا الشيب يقولون يقولون من أن الذي يولد على هذا الحال سيكون عظيماً سيكون عظيماً فسمته أمه بشيبة الحمد حكاية لها تفصيل عبد المطلب لقب له ولكن شاع وكثر الاستعمال لهذا اللقب فتحول إلى اسم له وإلا فاسمه شيبة الحمد فإذا جئنا بأي باحث حتى لو جئنا به من خارج الكرة الأرضية وقلنا له هذه المعطيات وادرسها المعطيات المتوفرة المعطيات بالرغم من التحريف والأكاذيب في كتب التعريخ والسير لكن الحقيقة واضحة سيشخص أن هذه المجموعة أن بني هاشم يتميزون عن سائر قريش وأن عبد المطلب شخصية مميزة جدا وهذا الأمر ينتقل بالضرورة إلى أبي طالب فهو الذي صارت له السيادة من بعد أبيه وأنا هنا لا أريد أن أحدثكم حديث التعريخ لكن الواقع هو هذا هذا هو الواقع إنني أريد أن أكون في فناء القرآن بعيدا عن الأحاديث وعن قول فلان وفلان هذا هو كلام الله هذا هو قول الله قال إني جاعلك للناس إماما يا إبراهيم قال ومن ذريتي أريد الإمامة في ذريتي قال لا ينال عهد الظالم ستكون الإمامة في ذريتك ولكن لمجموعة منه الظالمون من ذريتك ليسوا مميزين لن تكون الإمامة له هناك مجموعة مميزة يا إبراهيم في ذريتك هي التي ستكون الإمامة فيها تستمر الآيات الوقت يجري سراعا كان في نية أن أذهب مع الآيات التي تأتي بعد هذه الآية لكنني أرى الوقت يجري سريعا الآية التاسعة والعشرون بعد المئة بعد البسملة في السياق نفسه إنه دعاء إبراهيم الخليل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم في الآية التي قبلها ربنا واجعلنا مسلمين لك إنه يتحدث عن نفسه وعن ابنه إسماعيل في الآية التي قبلها وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك من ذريته من الذرية الفاخرة من الذرية الطاهرة هذا هو محمد صلى الله عليه وآله هل أحتاج إلى دليل كي أقول لكم إن الآية تتحدث عن محمد ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويتحدث عن ذريته قريش ذرية إبراهيم اختلطت فيها الأخلاط ودخل الداخلون فيها ولكن قريش بالإجمال ذرية إبراهيم وفيهم من هو ظالم وفيهم من هو طاهر فاخر فهذه قريش وهذا تأريخها وهؤلاء رجالها ميزوا لنا ميزوا لنا المجموعة الفاخرة وستكون قليلة قطعا قطعا سنن الحياة هكذا من هذه المجموعة الفاخرة خرجت هذه الدرة الإلهية اليتيمة التي اسمها محمد هذه الكينونة الإلهية خرجت من هذه المجموعة الفاخرة وخرجت درة أخرى عبر القرآن عنها بأنها نفس محمد علي هتاني الدرتان خرجت من هذه المجموعة الفاخرة إذن الأصلاب طاهرة والأرحام طاهرة الآيات واضحة واضحة المطلب بحاجة إلى تفصيل لكنني لست بصدد التفصيل وإنما أكتفي بهذه الومضات الخاطفة إذا دخلت في التفصيل سأحتاج إلى حلقات كثيرة وهذا ما أريد أن لا أقوم به سورة إبراهيم إنها الآية السابعة والثلاثون بعد البسملة من قبلها جاءت آية وضع القرآن فيها القاعدة الإبراهيمية ما هي القاعدة الإبراهيمية بحسب إبراهيم نفسه أتحدث عن إبراهيم الخليل فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم فمن تبعني فإنه مني هذه المجموعة الفاخرة ومن عصاني فإنك غفور رحيم هذه المجموعة الظالمة ربنا إني أسكنت من ذريتي يتحدث عن ذريته ومثل ما قلت لكم قريش ذرية إبراهيم وإن ما زجتها الأخلاق بعد ذلك ولكن بالإجمال قريش ذرية إبراهيمية الظالمون منهم والطاهرون إنهم أبناء إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم قريش هؤلاء قريش هؤلاء هؤلاء أولاد إسماعيل ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس بحسب قراءة المصحف تهوي إليهم بحسب قراءة العترة الطاهرة تهوى إليهم تهوي لا معنى لها لا معنى لا تهوى من الهوى قل لا أسأل لكم عليه أجرا إلا المودة في القربة هي هذه وارزقهم من الثمرات صادق العترة يقول هذه الثمرات ثمرات القلوب هذه ثمرات القلوب ما هي بثمرات الأشجار ثمرات الأشجار ذكرت في سورة البقرة في سورة البقرة في الآية السادسة والعشرين بعد المئة بعد البسملة وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر هذه ثمرات الأشجار جاءت في سورة البقرة وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر وبحسب أحاديث العترة الطاهرة فإن ثمار الأشجار هذه التي تتحدث الآية عنها إنها ثمار أشجار الطائف والتي كانت تجلب إلى مكة فأرض مكة لا توجد فيها الأشجار الأشجار والفواكه والثمار في أرض الطائف وما هي ببعيدة عن مكة إذا وصفنا بعدها فإنه بعد نسبي ما هي ببعيدة عن مكة فثمرات الأشجار التي تحدثت عنها سورة البقرة إنها ثمرات أشجار الطائف ما ينقل إلى مكة من صنوف التجارات أما ما جاء في سورة إبراهيم فإن صادقهم يقول هذه ثمرات القلوب ما هي بثمرات الأشجار بقرينة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم بحسب قراءة العترة إنها قراءة تفسيرية نحن نقرأها في التفسير أما في التلاوة فإننا نقرأ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم هم أمرونا بهذا حتى يظهر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أمرونا أن نقرأ بقراءة المصحف لكن أن نفسر القرآن بقراءتهم بقراءتهم فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وهي القراءة الأصل وارزقهم من الثمرات هذه ثمرات القلوب هذه هي المودة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ثمرات القلوب ثمرات القلوب للقربة ثمرات القلوب للعترة الطاهرة ثمرات القلوب لمحمد وآل محمد فهم الثمرة الإلهية في هذا الوجود فثمرات القلوب لهم هم الثمرة الإلهية من تلك الشجرة الزيتونة التي لا هي بشرقية ولا هي بغربية والتي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور نور على نور هذه شجرة محمد وآل محمد هذه هي الشجرة الطيبة والتي تحدثت عنها سورة إبراهيم في الآية الرابعة والعشرين بعد البسملة وما بعدها ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون هذه هي الشجرة الطيبة هذه هي الشجرة المباركة هذه هي الثمرة الإلهية المقدسة المقدسة العالية الثمينة واليتيمة وكل ثمرات القلوب المخلصة لها قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون إنها ثمرات قلوبنا لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين القرآن واضح واضح انتهى قصط كبير من الوقت وحندي الكثير من المطالب ولا أدري ماذا سأفعل بهذا الوقت إنني أصارعه لكنه يصرعني دائما لم أنجح مرة واحدة في أن أصرعه إنه يصرعني دائما نذهب إلى فاصل بعد أن استمعتم إلى حديث القرآن وقد حاولت قدر إمكاني أن أكون أمينا وأن أكون صادقا معكم وأنا أنقل لكم مضامين آيات القرآن إنني لم أحشر فيها شيئا أجنبيا عنها لقد حدثتكم بصدق وصفاء عن مضامين هذه الآيات ويمكنكم أن تعيدوا الاستماع إلى الذي ذكرته في الحلقة الماضية أو في هذه الحلقة كي تتأكدوا كي تتأكدوا من عدم خداعي لكم بعد هذه البيانات أين سيكون هذا الحديث ما هو محله من الإعراب إنه الحديث الذي قرأته عليكم من صحيح البخاري أعيد قراءته عليكم فاعرضوه فاعرضوه على القرآن اعرضوه صحيح البخاري البخاري متوفى سنة ميتين وستة وخمسين للهجرة هذه طبعة دار صادر بيروت لبنان الطبعة الأولى الفين واربع ميلادي الطبعة ذات المجلد الواحد هذا كتاب مناقب الأنصار وهو الكتاب الثالث والستون من كتب صحيح البخاري وهذا هو الباب الأربعون باب قصة أبي طالب رقم الصفحة ستمية وواحد وثمانين بحسب الطبعة التي بين يديه رقم الحديث ثلاثتالاف ثمانمية وثلاثة وثمانين البخاري يقول حدثنا مسدد من مشايخه هذا مسدد من مشايخ البخاري المهمين سأعود للحديث عن إذا بقي شيء من الوقت في هذه الحلقة حدثنا مسدد بسنده بسند البخاري إلى أن يقول حدثنا العباس ابن عبد المطلبي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما اتفقنا صلاة بتراء يعني دينا أبتار والذي يصليها ملعون ملعون لعنه النبي حين يقول صلى الله عليه وآله لعن الله من منع الأجير أجره وأنا أجيركم الصلاة البتراء هي قطع لأجر رسول الله لأن أجر رسول الله المودة إنها مودة القربة وجزء من هذه المودة أن نصلي عليهم حينما نصلي على رسول الله فعينما تكون الصلاة بتراء إننا نمنع أجر رسول الله إذا سمعتم أحدا علموا أنفسكم على هذا المعنى إذا سمعتم أحدا يصلي الصلاة البتراء في مسجد في فضائية قرأتم هذا في كتاب فلعنوه فيما بينكم وبين أنفسكم قلوا له لعنة الله عليك إنا نلعنك كما لعنك رسول الله لأن رسول الله هو الذي قال لعن الله من منع الأجير أجره وأنا أجيركم احترموا هذا المعنى لرسول الله رسول الله يقول لي أنا أجيرك من أنا من أنا حتى يكون رسول الله أجيري رسول الله يقول لكم أنا أجيركم من أنتم من أنتم حتى يقول رسول الله لكم من أنه أجيركم احترموا رسول الله الذين يصلون الصلاة البتراء العنوهم في قلوبكم فيما بينكم وبين أنفسكم إذا سمعتم أحدا يصلي الصلاة البتراء قولوا له لعنة الله عليك فإننا نلعنك مثل ما لعنك رسول الله لأنك تمنع الأجير أجرا يا أيها الملعون لعنوهم لقد لعنهم رسول الله لعن الذين يمنعونه أجره وهؤلاء الذين يصلون الصلاة البتراء يمنعون رسول الله أجره فلعنوهم مثل ما لعنهم رسول الله وهذا أول يوم من السنة الهجرية الجديدة فابدأوا من هذا اليوم ابدأوا من هذا اليوم هذا أول يوم إنه الأول من المحرم سنة 1445 ضعوا هذا تأريخا في أذهانكم الأول من محرم سنة 1445 للهجرة علموا أنفسكم على هذه الثقافة العقائدية المهمة كي تكونوا محلا لنظر رسول الله وهنيئا لهذا الذي يكون محلا لنظر رسول الله صلى الله عليه وآله استنوا بسنته هو الذي على المنابر كان يقول لعن الله من منع الأجير أجره وأنا أجيركم وهؤلاء حينما يصلون الصلاة البتراء إنهم يمنعون الأجير أجره فالعنوهم العنوهم وقولوا لهم لهذا الذي تسمعونه في المسجد ولهذا الذي يرتق المنبر ولهذا الذي يقف وراء المنصة ولهذا الذي يخرج على شاشات التلفزيون ولهذا الذي تشاهدونه على الشبكة العنكبوتية ولهذا الذي تقرؤون كتابه قولوا له لعنك الله لعنة الله عليك فإني ألعنك لأن رسول الله قد لعنك إنك منعت الأجير أجره ألا لعنة الله عليهم حدثنا العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم تذكروا دائما دائما صلاة بتراء تعني دينا أبتر وتعني أن الذي يصليها ملعون لعنه رسول الله فماذا قال العباس ابن عبد المطلب للنبي بحسب حديث مسدد شيخ البخاري قال للنبي ما أغنيت عن عمك فوالله كان يحوطك ويغضب لك هذا يعني أن العباس يعلم أن أبا طالب في النار ولذا إنه يعاتب النبي ما أغنيت عن عمك فوالله كان يحوطك ويغضب لك وربما يكون يكون مستفهما وليس معاتبا وإن كان العتب واضحا في الكلام ربما يكون مستفهما يريد أن يعرف عاقبة أبي طالب ليس مهمة الكلام الخطير هنا قال هو في ضحضاح من نار أبو طالب في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار وبيّنت لكم معنى الضحضاح إنها نار تصل إلى الكعبين وواقف في نار تصل إلى الكعبين هو هذا المراد من الضحضاح والأصل فيه للماء لكن الكلام هنا استعاره للنار فماذا تقولون بعد أن استمعتم إلى حديث القرآن هل هذا حديث صحيح هذا حديث كله كذب وافتراء وحقارة وقذارة ونجاسة هذا هو صحيح البخاري وهو هو في صحيح مسلم وهو هو في سائر الصحاح الأخرى وفي كتب الحديث وكتب التفسير وكتب السير في المكتبة السنية عرفتم الحقيقة الآن أم أنكم تريدون أن تقفز على الحقيقة نذهب إلى فاصل هناك أمر أريد أن أشير إليه في السياق نفسه وإن كان الكلام قد تم فيما يرتبط ببطلان هذه الأحاديث وقد عرضتها عرضا واضحا على الكتاب الكريم آيات القرآن رفضتها آيات القرآن حكمت عليها بالتحريف والتزيف والكذب والضلال والباطل وكل ما هو في الاتجاه الشيطاني عنواننا الكبير لهذه الحلقات واضح لعبة إبليس في التحريف الديني والتزيف العقائدي حولت الدين إلى مهزلة وجعلت من المتدينين به مسخرة وهذا تطبيق واقعي على البخاري وعلى الذين يعتقدون به تطبيق واقعي أمام أعيننا حقائق القرآن هي التي تصرح بهذا وتضع النقاط بدقة على الحروف وأعتقد أن الأمر جرى أمام أعينكم وفي البث المباشر ليس في الزوايا المظلمة ومثل ما نقول وأقولها دائما وعلى عينك وعلى عينك يا تاجر وعلى عينك يا تاجر الأمر الذي أردت أن أشير إليه إنه الواقع التأريخي هناك واقع تأريخي قطعا الواقع التأريخي لا نستطيع أن نشكله من التفاصيل الصغيرة وإنما نشكله من التفاصيل الكبيرة لأننا لا نثق بالتفاصيل الصغيرة هل جرت بهذه الطريقة أو جرت بطريقة أخرى التأريخ مشحون بالتحريف المقصود والتحريف غير المقصود هناك تحريف مقصود ممنهج مبرمج يقف وراءه رجال السلطة رجال السياسة عبر العصور ورجال المال والأخطر رجال الدين هؤلاء الثلاثة يقفون وراء تحريف التأريخ رجال السلطة رجال المال ورجال الدين المجموعة الثالثة هي الأخطر من مختلف الأديان لا أتحدث عن دين بعينه التأريخ في الأرض كلها هكذا ينتشر التزييف والتحريف فيه تارة يكون مقصودا وتارة لا يكون مقصودا وحينما أقول هناك تحريف ليس مقصودا إنه الخطأ البشري الاشتباه البشري النسيان كما يقول نبينا صلى الله عليه وآله آفة العلماء النسيان آفة العلم النسيان وقطعا النسيان يأتي في سلسلة طويلة من الاشتباه من الحيرة من الخطأ من الغفلة إنها سلسلة طويلة عنوانها النسيان رأس السلسلة هو النسيان وإلا فالحلقات كثيرة في هذه السلسلة فالتعريق فيه تحريف مقصود يقف وراءه رجال السياسة رجال المال ورجال الدين وفيه تحريف ليس مقصودا تقف سلسلة النسيان وراءه بكل تفاريغها ولذا فإذا أردنا أن نشكل واقعا تأريخيا كي لا نخدع أنفسنا علينا أن نذهب إلى المجريات الكبيرة التي نطمئن من أنها قد تحققت بالإجمال إذا أردنا أن نعود إلى تأريخ النبي صلى الله عليه وآله إلى السنة التي توفي فيها أبو طالب أبو طالب توفي في شهر رمضان قبل الهجرة بثلاث سنوات على ما هو معروف على ما هو معروف هناك أقوال أخرى على ما هو معروف فإنه توفي في شهر رمضان قبل هجرة النبي بثلاث سنوات وما إن توفي أبو طالب حتى بدأ النبي يهيئ برنامج هجرته ولذا أخذ يركز على التواصل مع أهل المدينة إذا أردنا أن ندرس التأريخ بدقة فإن النبي بدأ يركز على التواصل وعلى التواصل المباشر كانوا يأتون إلى مكة ويتصلون به وعاهدوه وبايعوه الحكاية مفصلة فأنا لست بصدد الحديث عن تأريخ النبي صلى الله عليه وآله المرحلة التي أريد الحديث عنها وبالإجمال إنها مرحلة أبي طالب من السنة الثامنة من عمره الشريف أتحدث عن نبينا صلى الله عليه وآله لأنه قد عاش في كنف جده عبد المطلب إلى السنة الثامنة من السنة الثامنة إلى ما قبل الهجرة بثلاث سنوات هذه المدة الزمنية طويلة ما هي بقصيرة هذه المدة الزمنية هي المدة التي تحدثت عنها سورة الضحى مدة الإيواء ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك درة يتيمة ألم يجدك كينونة لا نظير لها فمدة الإيواء الإلهي في كنف أبي طالب منذ أن كان في السنة الثامنة من عمره صلى الله عليه وآله إلى أن توفي أبو طالب قبل الهجرة بثلاث سنوات وهذه السنوات الثلاث نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله رتب أمور هجرة المسلمين وتابع أمر المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة نظم أموره بالكامل وحينما نفذ المخطط بدقة خرج من مكة إلى المدينة وانتقلنا إلى مرحلة جديدة إنها مرحلة الانتصار نبينا صلى الله عليه وآله منذ أن خرج من مكة في أول خطوة خطاها حينما خرج من بيته مهاجرا دخل في مرحلة الانتصار لقد انتهت مرحلة الانتظار مرحلتان مرحلتان في حياة نبينا مرحلة الانتظار كانت في مكة وهي مرحلة التخطيط والتأسيس والبناء كان ينتظر الوقت المناسب كي يتحرك في مسار الانتصار لأن المعطيات بكل تفاصيلها ولأن الملابسات بكل تلافيفها حينما كان في مكة لا يمكن أن تجعله منتصرا إنها مرحلة الانتظار ومرحلة التخطيط والتأسيس هي المرحلة الحرجة في تاريخ الإسلام الجهة الحامية والجهة الحافظة أبو طالب صلوات الله أعلم إذا نظرنا إلى مرحلة ما قبل البعثة في مرحلة ما قبل البعثة تكونت شخصية النبي لا أتحدث عن شخصيته الحقيقية النبي شخصيته الحقيقية لا يعرفها أحد يا علي يا علي يا علي لا يعرفني إلا الله وأنت أنا لا أتحدث هنا عن الشخصية الحقيقية لمحمد صلى الله عليه وآله من أنا ومن غيري من هذا المتحدث الذي يستطيع أن يتحدث عن الشخصية الحقيقية لمحمد صلى الله عليه وآله أنا أتحدث هنا عن الشخصية الاجتماعية التي يتحدث التأريخ عنها التأريخ حين يحدثنا عن سيرة محمد صلى الله عليه وآله إنه لأعجز وأعجز وأعجز عن أن يذكر حرفا واحدا عن الشخصية الحقيقية لمحمد صلى الله عليه وآله تلك شخصية لا يعرفها إلا الله وعلي حتى أبو طالب لا يعرفها الشخصية الحقيقية سر مغلق يعرفه الله يعرفه محمد عن نفسه ويعرفه علي لماذا لأمر طبيعي وبديهي لأن علي نفس محمد صلى الله عليهما وآلهما وهذه القضية لا تحتاج إلى كثير من الذكاء بصريح القرآن علي نفس محمد ولذا فإن الشخصية الحقيقية لمحمد لا يعرفها إلا ثلاثة الله محمد وعلي وفي الحقيقة محمد وعلي واحد واحد فمحمد نفس علي وعلي نفس محمد نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله يقول أنا علي وعلي أنا وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول أنا محمد ومحمد أنا علي علي مني علي مني وأنا من علي الأمر واضح القرآن أجمل الكلام وفصله في الوقت نفسه أو جز وأسهب في الآية الحادية والستين بعد البسملة من سورة آل عمران إنها آية المباهلة وأنفسنا القرآن هنا أجمل وفصل وأوجز وأسهب التفصيل كله في هذا المجمل والإسهاب والإطناب كله في هذا الموجز وتلك هي بلاغة القرآن إنها جوامع الكلم جوامع الكلم في قرآنهم وجوامع الكلم في حديثهم وكلماتهم إنهم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أعود إلى الشخصية الاجتماعية إنما أتحدث عن الشخصية الاجتماعية كل صاحبي رسالة لن يستطيع أن يتحرك أكانت رسالته رسالة حق أو كانت رسالته رسالة باطل كل صاحب من أهل الحق أو من أهل الباطل كل صاحب فكرة أكان على هدى أم كان على ضلال حينما يمتلك برنامجا مشروعا مخططا خارطة طريق لبث رسالته لتعميق فكرته في الواقع المجتمعي يحتاج إلى أمرين يحتاج إلى شخصية اجتماعية من دون أن يمتلك شخصية اجتماعية لن يستطيع أن يفعل شيئا ويحتاج إلى حماية إلى حصانة إلى حصانة اجتماعية أيضا وهذه الحصانة تكون معنوية أكثر مما هي مادية وإن كانت الحصانة المعنوية لن تتأتى إلا من حصانة مادية لكنه بحاجة إلى الحصانة المعنوية أكثر فإن الحصانة المادية إذا ما فعلت وإنما تبقى تهديدا في وجه أعدائه إذا ما فعلت فلربما دمرت رسالته هذان الأمران وفرهما أبو طالب للنبي ادرسوا تأريخ النبي وادرسوا تأريخ الإسلام وادرسوا ماذا فعل أبو طالب أنا لا أريد أن أحدثكم عن الذي ورد في رواياتنا وأحاديثنا أبو طالب فعل العجب أضرب لكم مثالا ولا أريد أن أدخله في كلامي وإنما أضرب لكم مثالا من أنني ما حدثتكم عن تأريخ أبي طالب مثل ما هو في أحاديثنا في أحاديث الأئمة الذين هم أبناء أبي طالب وهم أعرفوا بأبيهم وجدهم وأعرفوا بالذي كان يجري في بيوت أجدادهم أجدادهم لكنني أعرضت عن هذا لأنني أريد أن أكون منصفا معكم وأن أكون علميا معتمدا معتمدا على منهج لا تستطيعون أن تشككوا فيه فاعتمدت منهج القرآن بعيدا عن المكتبة السنية والشعية واعتمدت منطق العقل الذي يستنتج الحقائق من الواقع التأريخي من كليات مجريات التأريخ لا من التفاصيل الصغيرة ولذا ما سأذكره لكم لا أريد أن أخحمه في هذا الميدان نحن عندنا في رواياتنا في أحاديث العترة الطاهرة وهم أخبر الناس بتأريخ جدهم أبي طالب هذا جدهم أبوه أبو طالب هو أبو العترة وهو أبو الأئمة الذي يعرفه المسلمون وحتى الشيعة الشيعة لا يمتلكون ثقافة العترة الحوزة الطوسية لا تمتلك ثقافة العترة الذي يعرفه الشيعة والسنة من أن علي بات في فراش النبي ليلة واحدة إنها ليلة المبيت في فراش رسول الله الحكاية في بيت أبي طالب ليست كذلك أتعلمون أن أبا طالب أن أبا طالب حينما كان محمد محمد في بيته صلى الله عليه وآله قبل أن ينتقل إلى بيت خديجة حينما كان يأوي إلى بيت أبي طالب أن أبا طالب ما كان ينام الليل ما كان ينام الليل أتعلمون أتعلمون لماذا كان يبقى يقضا النبي يذهب إلى فراشه وأفراد عائلة أبي طالب الجميع يذهبون إلى فرشهم أبو طالب يبقى يقضا حتى ينام الجميع حتى ينام الجميع حتى ينام أهل بيته وحتى ينام الجيران يبقى أبو طالب يقضا ويبقى شخص آخر يبقى شخص آخر من هو علي 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 يبقى يقضا لماذا لأن أبو طالب بعد أن يتأكد أن الجميع ناموا يذهب إلى نبينا حتى إن كان نائما يوقظه يطلب منه أن ينتقل إلى فراش علي ويأتي علي كي ينام في فراشه ليليا ليليا وإذا ما صادف في يوم من الأيام أن عليا ليس موجودا فإن أبا طالب كان يأمر جعفر فكان جعفر الذي صار بعد ذلك طيارا في عالم الملكوت جعفر الطيار هذا كان ينام في فراش محمد إذا لم يكن علي موجودا وهذه حالة نادرة ونادرة جدا علي كان ينام ليليا في فراش محمد فحينما يطمئن أبو طالب أن محمدا نام في فراش علي وأن علي نام في فراش محمد بعد أن يطمئن حينئذ تهجع عينا هذه لقطة صغيرة أنا لست بصدد الحديث عن أبي طالب مثل ما أعرف عنه وإنما أعرف عن أبي طالب الكثير والكثير لأنني تعلمته في مدرسة العترة الطاهرة ولم أتعلمه عند سقيفة بني ساعد أو عند سقيفة بني طوسي لأنني تعلمت في مدرسة العترة الطاهرة فأعرف الكثير والكثير من التفاصيل عن أبي طالب صلوات الله عليه وما حدثتكم ما حدثتكم بشيء عن أبي طالب الذي أعرفه عن أبي طالب ما حدثتكم عنه إنما قرأت لكم من البخاري ومن مسلم وعرضت الحديث على القرآن وقد رأيتم بأم أعينكم كيف أن الأكاذيب تتطاير أمام حقائق القرآن أعود إلى الأمر الواقع إلى الواقع التعريخي الذي صنع الشخصية الاجتماعية لنبينا أبو طالب صلوات الله عليه لأن النبي لم يكن مناسبا له أن يقوم بهذا بالضبط بالضبط مثلما يرشح شخصا سياسيا كبيرا نفسه لرئاسة الجمهورية في دولة من الدول لابد من وجود مجموعة تقوم بصناعة شخصية اجتماعية على المستوى الإعلامي لهذا المرشح لرئاسة الجمهورية النبي لم يكن مناسبا له أن يصنع شخصيته الاجتماعية فمن الذي صنع له الشخصية الاجتماعية الإعلامية أبو طالب ولقد وظف شعره وظف شعره لأجل هذه الغاية لا أريد أن أستشهد ببعض أبيات أبي طالب لأنني سأكون مقصرا ومقصرا جدا بحق شعر أبي طالب أعدكم إذا سنحت فرصة في الأيام القادمة أن أسلط الضوء على شعر أبي طالب لكنني أقول لكم من الآخر وإني لخبير بفنون الشعر والأدب بحدودي لأنني عانقته عانقت الشعر والأدب منذ نعومة أظفاري منذ صغري وأنا أعانق الشعر والأدب وأعتقد أن ملامح هذا واضحة في طيات كلامي وطيات حديثي أقولها لكم إنني إنني لا سمعت ولا قرأت شعرا شيعيا يتحدث عن حب صادق بل عن عشق بل عن شيء هو أعظم من العشق وعن تضحية عن عشق وعن تضحية وعن حماسة في كل الشعر الشيعي بخصوص رسول الله مثل ما قرأت في شعر أبي طالب ولذا أجد نفسي سأكون مقصرا إذا أوردت لكم أبياتا لأنكم لن تدركوا عظمة حب أبي طالب التي تجلت في شعره لرسول الله إلا أن أسلط الضوء على مساحة واسعة من شعره وهذا يحتاج إلى العديد من الحلقات هناك ديوان شعر لأبي طالب مع أن كل أشعاره ما وصلت إلينا ما وصل إلينا من أشعاره شكل ديوانا من الشعر ومن القصائد التي تفيض حبا وتضحية وولاء لرسول الله وإيمانا بدينه إيمانا عميقا أعدكم أعدكم وإنما أقول هذا الكلام كي تعلموا من أن الأمر ليس عاطفيا هذا أمر عقائدي إمامنا الصادق يحدثنا عن أمير المؤمنين ويقول من أن أمير المؤمنين يريد من شيعته يحب يحب أن يدرس شعر أبي طالب أن يدرس شعر أبي طالب ففيه علم كثير فيه معرفة كثيرة إنها معرفة رسول الله هل يوجد شيء أعظم من معرفة رسول الله أنا لا أريد أن أحدثكم عن أبي طالب لأن الحديث سيكون قاصرا قاصرا قبل أن يكون مقصرا هذا موضوع واسع واسع مطرد سأعود إليه إن وفقت كي أسلط الضوء على أشعار أبي طالب التي وظفها في بناء الشخصية الاجتماعية لرسول الله أبي طالب كان بمثابة المؤسسة التي بنت شخصية اجتماعية إعلامية لرسول الله ما قبل البعثة هذا الذي عرف عن رسول الله صلى الله عليه وآله على سبيل المثال بأنه الصادق الأمين صحيح أن رسول الله يثبت هذا الأمر بنفسه أخلاقه أقواله أفعاله إنسانيته رحمته كماله جماله قلوا ما تشاءون لكن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن على تواصل مع الناس كان تواصله محدودا النبي كان في حالة عزلة عن الناس الذي بنى له الشخصية الاجتماعية أبو طالب صلى الله عليه هذا ما قبل البعثة فقد بنيت شخصية اجتماعية إعلامية بحسب مستوى الإعلام في ذلك الوقت وأعلى مستويات الإعلام في ذلك الوقت الشعر وخصوصا إذا كان من سيد من سادات العرب إنه أبو طالب أبو طالب كان مميزا والجميع يعرفون هذا وقريش كلها تعرف أن الذرية الإبراهيمية الطاهرة في هذه المجموعة ولكن الحسد والحقد وهذه حكاية طويلة لا أريد أن أخوض فيها وإلا فقريش بكلها تعلم أن الجناح الذي هو جناح الطهارة والعفة والكرامة هو جناح الهاشمي جناح بني هاشم وهذه القضية يعرفها غير القريشيين ويعرفها القريشيون أيضا الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب لا أدري ماذا سأصنع معها بعد البعثة فإن أبا طالب وفر الحصانة المادية أولا والحصانة المعنوية ادرسوا التأريخ ادرسوا التأريخ ادرسوه في كتب السنة بعيدا عن الكتب الشيحية ادرسوه في الكتب السنية ستجدون أن قريشا حاولت وحاولت وحاولت مرارا وكرارا أن تقوم بالقضاء على الشخص رسول الله لكنهم يصطدمون بجدار عظيم بجدار مهول اسمه أبو طالب اسمه أبو طالب تارة في ظهورات مادية بشكل مباشر وتارة في ظهورات معنوية والنبي ما كان يريد الاصطدامة المادي لأنه في مرحلة انتظار لأنه في مرحلة تمهيد وتأسيس إنه يريد أن يكمل برنامجه في مكة كي يخرج منها النبي كان عالما بكل شيء اليهود اليهود كانوا عالمين يهود المدينة هل هم عرب يهود المدينة ما هم بعرب القبائل اليهودية التي كانت في الحجاز هل هم من العرب ما كانوا عربا هل كانوا بدوا لم يكونوا من البدو هذه قبائل بني إسرائيل التي جاءت من الشام من فلسطين لماذا جاءت إلى الحجاز أجدادهم جاءوا جاءوا يبحثون عن يثرب يبحثون عن يثرب وما كانت يثرب معروفة في ذلك الوقت وإنما قرأوا هذا في كتبهم يبحثون عن يثرب لماذا لأنها مهاجر النبي الخاتم وجاءوا لنصرته ولذا حينما وصلوا لأنهم حضريون بنوا مدنا وإلا فإن البدو لا يبنون حصونا ولا يجعلون أبوابا للمدن التي يعيشون فيها إن عاشوا في مدينة من المدن اليهود كانوا يعلمون بأن النبي الخاتم سيهاجر إلى يثرب وهذا في أجيال سابقة الأوس والخزرج ما الذي جاء بهم إلى المدينة ما هم قوم يمانيون وهذه البلاد بلاد عدنانية واليمانيون قحطانيون الأوس والخزرج هؤلاء قحطانيون لا علاقة لهم بأرض الحجاز ولا بالعدنانيين ولأنهم يعرفون الزراعة في اليمن فاليمن بلد زراعة لأنهم يعرفون الزراعة صاروا زراعا في المدينة وزرعوا النخيل ما الذي جاء بهم ملك من ملوك اليمن جاء وحاصر اليهود الذين استقروا في المدينة الرواية طويلة والحكاية مفصلة بعد ذلك تصالحوا مع هذا الملك اليمني وأخبروه بأنهم جاءوا من بلاد الشام ينتظرون النبي الخاتم فترك أعوانا للنبي الخاتم ترك الأوس والخزرج وكانوا قليلين في بداية الأمر بعد ذلك كثر عددهم بمرور السنين ترك مجموعة من أبناء عمومته من الأوس والخزرج وصاروا بعد ذلك أنصارا للنبي هؤلاء كلهم يعلمون أن يثرب ستكون مقرا للنبي الخاتم وقبل ولادته بزمان طويل النبي يعرف هذا يحرف هذا وأهل المدينة كانوا ينتظرون النبي الخاتم بفارغ الصبر في ثقافة العترة الطاهرة وهم يحدثون نا عن إمامنا الحجة بن الحسان يقولون إن أمره سيكون كأمر جده محمد صلى الله عليه وآله فمثلما كان الناس ينتظرون محمدا الذين يبحثون عن الحقيقة الذين يبحثون عن الحقيقة الآن ينتظرون مهدي محمد صلى الله على محمد وعلى مهديه وعلى آلهما الأطيبين الأطهرين هناك الكثير من الحقائق مغيب عن أذهانكم أعود إلى حديثي من أن صاحب الرسالة يكون بحاجة إلى شخصية اجتماعية في مرحلة الاستعداد والانتظار للوقت المناسب ما قبل البعث ويكون بحاجة إلى حصانة مادية بحدود معينة وإلى حصانة معنوية بحدود واسعة الذي وفر كل هذا أبو طالب حتى وصل الأمر إلى أن البرنامج قد استوفى أمره توفي أبو طالب أبو طالب كان موجودا بحكمة إلهية ادرسوا الواقع ادرسوا الواقع ادرسوا التأريخ الوقت ضيق أنا لا أستطيع أن أسلط الضوء على كل صغيرة وكبيرة إنما أعرض لكم الأمر إجماليا ادرسوا الواقع الواقع الذي عاشه نبينا صلى الله عليه وآله مر في مرحلتين ما قبل البعثة وما بعد البعثة ما قبل البعثة كان النبي يعيش عزلة ليست عزلة مطلقة لكنه كان يعتزل الناس وحتى عمله كان في التجارة يذهب مسافرا بعيدا عن مكة فلقاؤه بالناس لم يكن كثيرا كان محدودا جدا فهو بحاجة إلى جهة تشرف على بناء شخصية اجتماعية على المستوى الإعلامي له هو لا يستطيع أن يقوم بهذا الأمر بنفسه مادح نفسه كذامها الذي جعل كل حياته وقفا على هذا الأمر أبو طالب وبعد البعثة كان النبي حتى يتمكن من أداء عمله كان بحاجة إلى حماية إلى حصانة معنوية هذه الحصانة المعنوية وفرها أبو طالب فقط فقط ولم يشترك أحد فيها وفرها أبو طالب بدرجة مئة بالمئة وإنني لا أعتقد وإنني لا أعتقد وهذه العقيدة لم تأتي من فراغ وإنما من دراسة تحقيقية في تفاصيل الأمور وأجزائها الصغيرة وإنني لا أعتقد من أن أبا طالب نحت نفسه نحتا للقيام بهذين الأمرين نحت نفسه نحتا ووظف حياته كلها في ظاهرها وباطنها ووظف ما يستطيع أن يوظفه من أسرته الصغيرة من زوجته وأولاده وبناته ومن أسرته الكبيرة أتحدث عن الأسرة الهاشمية وظف ما يستطيع أن يوظفه من أسرته الصغيرة ومن أسرته الكبيرة لأجل تحقيق هذين الأمرين لأجل تكوين الشخصية الاجتماعية الإعلامية لرسول الله ما قبل البعثة وهذه تكون بين الناس مثل ما قلت لكم النبي لا يحتاجها لنفسه الشخصية الحقيقية لمحمد صلى الله عليه وآله لا تحتاج شيئا تلك التي لا يعرفها إلا الله ومحمد وعلي ولا شأن لنا بها إنما الحديث عن المجريات التي جرت على الأرض التأريق يحدثنا عنها إذا جمعنا المعطيات ودرسناها بدقة إنني أقولها وبقاطعية وأستطيع أن أثبتها من خلال الحواندث والوقائع لكن المقام مقام ضيق جدا لأنني بصدد مناقشة أكاذيبي البخاري الحديث هذا ليس منعقدا عن أبي طالب لو كان الحديث منعقدا عن أبي طالب لحدثتكم في اتجاهات أخرى وبطريقة أخرى إلا أنني أحدثكم عن أبي طالب بالقدر الذي أستطيع أن أكذب به ما قاله البخاري ومسلم وما قالته سقيفة الدجل سقيفة بني ساعد عن ذلك العملاق الذي على أكتافه تأسس الإسلام فأبو طالب نحت نفسه نحتا ونحت شخصيته ونحت حياته ونحت أسرته الصغيرة والكبيرة بقدر ما يستطيع لخدمة هذين الهدفين ما قبل البعثة كان أبو طالب يسعى بكل ما أتي من قوة لبناء شخصية اجتماعية إعلامية لرسول الله وما بعد البعثة لقد وفر الحماية المادية والحصانة المعنوية الواسعة كم حاولت قريش كم حاولت كم حاولت قريش أن تقضي على رسول الله أو أن تقضي على دينه لكنهم يصطدبون بذلك السور العالي بذلك الجدار السميك بتلك القوة المادية والمعنوية فيصبحون أصاغر أمام مهابته إلى أن وصلنا إلى شعب أبي طالب وبعد ذلك تلاشى تلاشى شعب أبي طالب النبي صلى الله عليه وآله استطاع أن يوظف تلك الظروف القاسية في شعب أبي طالب أحسن توظيف وكان أبو طالب إلى جانبه في كل صغيرة وكبيرة لم يفارق أبو طالب منهج رسول الله منذ البداية وكان أبو طالب عارفا برسول الله منذ البداية كان عارفا به قبل ولادته وكان عبد المطالب ينتظر ولادته وأبو طالب أيضا كان ينتظر ولادة محمد كانوا يعرفون التفاصيل هؤلاء هم أهل البيت وأهل البيت أدرى بالذي فيه فإن محمدا لا يولد في أي مكان هذا محمد الفاتح الخاتم الفاتح تكوينا والخاتم تكوينا والفاتح تشريعا والخاتم تشريعا هذا خلاصة الوجود لا يمكن أن يكون في أي مكان أعتقد أن الصورة صارت واضحة هذا المكان هيأه الله هذا مكان مهيأ منذ زمان إبراهيم إبراهيم حين جاء بزوجته هاجر مع ولدها إسماعيل جاء ضمن برنامج هناك برنامج برنامج إلهي خطواته الأولى بدأت مع حركة أقدام إسماعيل الصغير على رمال جزيرة العرب حيث نبعت زمزم من هنا بدأت حركة المشروع المحمدي حينما نبعت زمزم الحكاية عميقة في التأريخ طويلة 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 نذهب إلى فاصل أعتقد أن الأمر لا يحتاج إلى توضيح أكثر من الذي وضحته وبينته وإن كانت هناك زوايا بحاجة إلى تسليط الضوء عليها لكن الوقت يجري سريعا وعندي كثير من المطالب ستبقى إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى إلا أنني أوجه رسالة هذه إلى الشباب السني الباحث عن الحقيقة وأقول لهم استمعتم إلى هذه الحقائق في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة وإنني ما حدثتكم عن شيء شيعي أتحدث عن شيعة العترة لا شأن لي بشيعة النجف وكربلا إنهم شيعة المراجع الطوسيين وأنا أبرأ إلى الله تعالى وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة الزهراء وإلى الأئمة من ولدها من الحسن المشتبى إلى إمام زماني أبرأ إليهم جميعا من دين مراجع النجف وكربلا ظاهرا وباطنا جملة وتفصيلا وأبرأ من دين شيعتهم إنني أدين بدين العترة بحدود معرفتي وحدود فهمي فعينما أقول لكم أحدثكم من الكتب الشيعية أنا لا أقصد كتب مراجع النجف وكربلا هذه كتب مزبلة أنا أتحدث عن كتب حديث أهل البيت صلوات الله عليك مفاتيح الجنان هذا الكتاب المعروف عند الشيعة لا أقول لكم صدقوا به لا أقول لكم صدقوا به ولا أقول لكم استعملوه في عباداتكم أبدا وإنما أخذوه كتابا كي تطلعوا عليه كي تعرفوا نحن الذين نقول إننا شيعة العطرة كيف نتحدث عن رسول الله سأقرأ عليكم من زيارة رسول الله التي تذكروا في هذا الكتاب في مفاتيح الجنان تحت عنوان زيارة النبي من البعد نزوره على البعد فماذا نقول لرسول الله حيث تصفه الزيارة فتقول الذي غمسته الله غمسه الذي غمسته في بحر الفضيل نحن نتحدث هنا عن الله الذي غمس محمدا صلى الله عليه وآله في بحر الفضيل الذي غمسته في بحر الفضيلة والمنزلة الجليلة والدرجة الرفيعة والمرتبة الخطيرة وأودعته الأصلاب الطاهرة ونقلته منها إلى الأرحام المطهرة لطفا منك له هذا المعنى يأتي منسجما مع القرآن في سورة الشعراء في الآية التاسعة بعد العاشرة بعد المئتين بعد البسملة وتقلبك في الساجد الذي غمسته في بحر الفضيلة والمنزلة الجليلة والدرجة الرفيعة والمرتبة الخطيرة الخطيرة العظيمة وأودعته الأصلاب الطاهرة ونقلته منها إلى الأرحام المطهرة لطفا منك له وتحننا منك عليه فهل سيجعل محل إيوائه عند كافر ماذا سقولون أنتم هذه حقائق وأودعته الأصلاب الطاهرة ونقلته منها إلى الأرحام المطهرة لطفا منك له وتحننا منك عليه إذ وكلت لصونه وحراسته وحفظه وحياطته من قدرتك عينا عاصمة إنها عين الله والتي تجلت عمليا في الأرض بأبي طالب أبو طالب هو العين العاصمة من الله لمحمد صلى الله عليه وآل قطعا بحسبه وإلا فإن العين العاصمة لمحمد هي عين الله نفسه والعين العاصمة لمحمد هي عين علي إنه كاشف الكربات عن وجهه حينما يغيب علي عن عينيه كان يقول صلى الله عليه وآله أين كاشف الكربات عن وجه إنه يبحث عن علي فعلي هو كاشف الكربات عن وجه رسول الله صلى الله عليهما وآلهما إلا أن أبا طالب عين عاصمة بحسبه وفقا لمقامه إذ وكلت لصونه وحراسته وحفظه وحياطته من قدرتك عينا عاصمة حجبت بها عنه مدانس العهر ومعائب السفاح حتى رفعت به نواضر العباد وأحييت به ميت البلاد بأن كشفت عن نور ولادته ظلم الأستار وألبست حرمك به حلل الأنوار هذا منطق العترة هذا منطق العترة هل عندكم يا شباب السنة في أحاديث البخاري جمالا بهذا الجمال أقرأ البخاري من أوله إلى آخره هل تجدون حلاوة كهذه الحلاوة وطلاوة كهذه الطلاوة الطلاوة يعني الحسن يعني الجمال وماذا بعد ونقرأ في زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله من مفاتيح الجنان هي هي زيارته على البعد من نفس الزيارة الشريفة في وداع رسول الله حينما نودعه في الزيارة نقول له من جملة ما نقول في وداعنا لرسول الله أشهد يا رسول الله أشهد يا رسول الله أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها هذا الكلام نفسه نفسه بعينه بعينه نقوله للحسين في زيارته المعروفة بزيارة وارد لازلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان نقوله للحسين صلوات الله عليه يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة كان في صلب أبي طالب فأبو طالب هو جد الأئمة هو والد الأئمة هو والد العترة يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها الكلمات هي هي التي قرأناها لرسول الله هذه ثقافة العترة هذه ثقافة العترة وهذا منطق دين العترة وماذا نقرأ أيضا في زيارتنا لأئمتنا في البقيع أئمتنا في البقيع إمامنا الحسن المشتبى إمامنا زين العابدين علي بن الحسين علي بن الحسين إمامنا محمد الباقر إمامنا جعفر الصادق هؤلاء أئمتنا في البقيع حينما نزورهم من قريب أو من بعيد ماذا نقول له هكذا نقول له لم تزالوا لم تزالوا بعين الله ينسخكم من أصلاب كل مطهار وينخلكم من أرحام المطهرات لم تدنسكم الجاهلية الجهلاء ولم تشرك فيكم فتن الأهواء طبتم وطاب منبتكم من بكم علينا ديان الدين إلى آخر ما جاء في الزيارة لم تزالوا سادتي أئمتي لم تزالوا بعين الله ينسخكم هذه هي العين العاصمة التي كانت زيارة النبي تتحدث عنها وهذه العين العاصمة لها مظاهر مظاهرها كثيرة ومقاماتها لا تعد ولا تحصى أبو طالب مظهر من مظاهرها بالنسبة لرسول الله في زمانه في وقته في أيامه بحسب مقامه لا بحسب مقام رسول الله بحسبه هو لم تزالوا لم تزالوا بعين الله ينسخكم من أصلاب كل مطهر وينقلكم من أرحام المطهرات هذه كلمات العترة هذه الكلمات لا تخرج إلا منهم هؤلاء هم أهل البيت وهم أدرى باللثي فيه قارنوا هذا المنطق مع منطق مسدد هذا أتحدث عن شيخ البخاري لم تزالوا بعين الله ينسخكم من أصلاب كل مطهر وينقلكم من أرحام المطهرات لم تدنسكم الجاهلية الجهلاء ولم تشرك وتقرأ ولم تشرك ولم تشرك فيكم فتن الأهوى طبتم وطاب منبتكم من بكم علينا ديان الدين الكلمات واضحة واضحة جدا تثبت نفسها بنفسها فاجمعوا بين حقائق القرآن وبين حقائق التأريخ التي تتجلى وتتركز في الواقع التأريخي الذي حدثتكم عنه إلى منطق العترة الطاهرة وهم يتحدثون عن آبائهم وأجدادهم عن الأصلاب الشامخة وعن الأرحام الطاهرة المطهرة وقت الحلقة قارب على الانتهاء سأختم حديثي بعبارات من زيارة سيدتي فاطمة بنت أسد والدة أمير المؤمنين إنها مركز إدارة مقر الإيواء المحمدي هذه أم محمد هو الذي كان يقول لها يا أم ونبينا صلى الله عليه وآله كان يخاطب أمير المؤمنين في بعض الأحيان بمسمع من الصحابة يخاطبه فيقول يا ابن أم لماذا فاطمة بنت أسد كانت أما لرسول الله ولكن رسول الله يريد أن يلفت العنظار إلى ما جاء في القرآن على لسان هارون وهو يخاطب موسى يا ابن أم أمير المؤمنين لما أخذوه إلى بيعة أبي بكر وكان ذلك في المسجد نظر إلى قبر رسول الله إلى جهة قبر رسول الله لأن القبر لم يكن في المسجد وإنما كان في بيت فاطمة وبيت فاطمة كان في المسجد نظر إلى جهة القبر فقال يا ابن أم يخاطب رسول الله كي يذكر الصحابة من أن النبي كان يخاطبه بهذا الخطاب ومن أن عليا بمنزلة هارون من موسى ومن أن هارون في القرآن كما حدثنا القرآن خاطب موسى بهذا الخطاب يا ابن أم نسلم على أم رسول الله وعلى أم أمير المؤمنين سيدتنا فاطمة صلوات الله عليها السلام عليك أيتها الصديقة المرضية أقرأ جانبا من زيارتها السلام عليك أيتها التقية النقية السلام عليك أيتها الكريمة الرضية السلام عليك يا كافلة محمد خاتم النبيين السلام عليك يا والدة سيد الوصيين السلام عليك يا من ظهرت شفقتها على رسول الله خاتم النبيين السلام عليك يا من تربيتها لولي الله الأمين السلام عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر السلام عليك وعلى ولدك إنه أمير المؤمنين وعلى ولدك ورحمة الله وبركاته أشهد أنك أحسنت الكفالة وأديت الأمانة واشتهدت في مرضات الله وبالغت في حفظ رسول الله عارفة بحقه مؤمنة بصدقه منذ البداية منذ ولادته عارفة بحقه مؤمنة بصدقه معترفة بنبوته مستغسرة بنعمته كافلة بتربيته مشفقة على نفسه واقفة على خدمته مختارة الرضاه مؤثرة هواه وأشهد أنك مضيت على الإيمان والتمسك بأشرف الأديان راضية مرضية طاهرة زكية تقية نقية إلى آخر ما جاء في زيارتها الشريفة صلوات 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 على بيت الطهارة والكرامة صلوات 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 على كهف الإسلام وحيث نشأ صلوات صلوات على منبع الإيمان وحيث بدأ إنه بيت أبي طالب صلوات على ذلك البيت وصلوات على ساكنيه وسلام على قاطنيه سلام على سيد البطحاء على صاحب الوجه المنير سلام على ابن عبد المطلب وابن عمر العلا سلام على سيدنا أبي طالب صاحب الكرامات والمناقب وسلام على الطاهرة المطهرة التقية النقية سلام على سيدة فاطمة وعلى نقيات الجيوب المنزهات عن العيوب من آل عبد المطلب ورحمة الله وبركاته نلتقي غدا إن شاء الله تعالى اللهم يا رب الحسين اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام سألكم الدعاء جميعا في أمان الله شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة